طعمية بطاطس انا عندي المهمة هنا هيكون في بطاطس مسلوقة بطاطسها بشورها بيض شوية بقسمات ناعم شوية دقيق وحظبط الدنيا بيهم دلوقتي حالا بصي بقى الاول كده هاخد بقى كده ايه بطاطسايا الاولة بشورها ماشي اهي عايزة اعملي كمية قليلة بطاطسايا وبطاطسايا حطي بطاطسايا على النار تتسلق وبعدين نوضي بعد كده بقى ايه جهزي هنعمل ايه مع بعض فبص بقى انا خدت بطاطسايا اهي ما تخسلهاش زي ما هي كده هحط عليها حوالي برضو بطاطسايا مسلوقة اهي ادها كده انا خدت من الكمية انا عملها دي الكمية دي حلوة قوي كده عليها ماشي هي بطاطسايا مسلوقة على بطاطسايا مبشورة ناخد حبة كمان اهو كده اهي نقلمهم مع بعض والمبشورة ما تخسلهاش وهي لأ بنشاها كده زي ما هو حطيه هناخد هنا حفرم شوية بقدونس عايزة بقدونس يعني حبة حلوين كده حزمة يعتبر بقدونس شاعة كسبارة ماشي بقدونس بس ماشي كسبارة بس ماشي يعني اي اي خضار تمام اهو وهروح بقى حط عليه بقى ايه بصو بيضة طبعا حسب الكلمية لو عامل بيضة كجريتين بحط اتنين بيضة هحط على الكمية دي اللي هي يطلع حوالي نص كيلو بطاطس لانقولي بطاطتين كده يطلعوا حوالي نص كيلو من البطاطس هحط عليهم اه قولي كده ايه معلقتين كبار متدقيق اهو كبار شايفين متدقيق مليانة بالشكل ده ومعلقتين بقسمات شو ما يكون كتير قوي وبعد كده شوية كمون كسبارة نشفة بابركة عايزة او مش عايزة شطة لو عايزة اي حاجة دي اختياري وشوية الملح يعني اول دي ناخد لها كده كتلنا كمان ماشي وفلفل قصة عشان البيضة اللي حطاها ماشي وفي حاجة برضو مهمة نحطها لهم الكربوناتو الكربوناتو تاني كانتش مكتوبة تنسى اكتبها او معلش نص معلقة صغننة نص معلقة صغيرة كربوناتو عندي هنا سمسم عندي ايه سمسم سمسم وبقسمات نعم يعني نص كمية السمسم ومعلقة كسبارة نشفة كبيرة وقلبهم كده مع بعض ماشي والزيت يلا قوليه مين اللي هيعم معانا لطعمية النهاردة بتاعت البطاطا زي بص شكلها رح حطها بقى هنا كده في السمسم والبقسمات الناعم والكسبارة النشفة ونقول تاني دي عبارة عن ايه انا عايزة كده حطهم الاول هنا وزيت سخن مش مقدوح كده حلوة قوي ما تقدحيش الزيت وانتي بتحطي الحاجات دي عشان ما تلاقيهاش ايه فركت منك يكون سخن كده السخنية دي حلوة قوي خلاص اشتركوا في القناة